طيب كل ده زي ما قلت لكم النهاردة هيكون معنا ضيوف كبار في حلقة النهاردة بإذن الله هنتولى معاهم الشرح والتحليل لكل هذه الأحداث الجارية ولكن عندنا كمان حاجة سعيدة حابين نبدأ بيها اليوم وخبر سعيد واستجابة نقدر من قام بها تعالوا نشوف الجزء اللي بدأنا بيه حلقة أول مبارح وطلبنا فيه بإيه احتفلنا مبارح وخليناه يوم جميل يلا بقى نبدأ الشغل على بركة الله مبارح كنا بنهزر مسكوا القط مفتاح القرار هذا أقل ما يقال على عمر جاد أمين عام مجلس مصاب الثورة والذي تم تعينه من قبل الدكتور كمالي الجنزوري تعين بهذا المنصب عاقب أحداث شارع محمد محمود مين بقى عمر جاد؟ يشغل عمر جاد منصب مدير المستشفى الفرنساوي بدعمه مباشر من الدكتور فتح سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمتهم الرئيس في أحداث موقعة الجمل عمر جاد يعد اليد اليمنى لفتح سرور حيث كان يشغل على مدار 14 عام نائبة للجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والتي يرأسها سرور وهو أيضا مدير مستشفى مبارك الخيري التابع لهذه الجمعية والذي استطاع سرور بنفوذه أن يجعل المستشفى زي ما حكيت لكم قبل كده إحدى مستشفيات الأصر العيني رغم أنه مستشفى خاص وقد قام القصر العيني على مدار 12 سنة بمد هذا المستشفى بالأجهزة والأطباء والأساتذة دون مقابل بل أن عائد هذا المستشفى كان يعود مباشرة على القائمين بالعمل فيه وهو ما كشفه جهاز المركزي للمحاسبات بعد الثورة وقامت كلية الطب الأصر العيني بفسخ التعاقد مع هذا المستشفى بعد ثورة 25 يناير وبالطبع كافأ سرور عمر جاد وجعله بنفوذه مديرة للمستشفى الفرنساوي وأراد عمر جاد بقى أن يثبت لسرور أنه رجل سرور البار ومع اندلاع ثورة 25 يناير قام المستشفى الفرنساوي بتوزيع وجبات ساخنة وجفة للبلطجية اللي قاموا بتنفيذ موقعة الجمل فضلا عن قيام مدير الأمن بالمستشفى الفرنساوي وعدد كبير من الموظفين بمنع دخول الأخذية إلى المعتصمين في ميدان التحرير اللي أكد ده المذكرة رقم 86 لسنة 2011 واللي قامت بتحريرها الدكتورة لميس رجب عميدة كلية الطب السابقة وقدمتها الرئيس الجامعة واللي أحلها للشؤون القانونية بجامعة القاهرة وده كانت محاولة من الدكتورة لميس لإبراء ذمتها من الاعتداء على المتظاهرين وفضيحة مد البلطجية بالأخذية من قبل المستشفى الفرنساوي ومنع وصول الأخذية للمتظاهرين وفرض حصار على متظاهري ميدان التحرير وده اللي كان بيقوم بيه المستشفى الفرنساوي واللي كان بيديره عمر جاد تضامنا مع ولي نعمته فتح سرور والآن يتم مكافئة رجل فتح سرور ليكون المدافع الأول لمصاب الثورة اللي كانوا ضحية سرور ورجالته وكأن شيء لم يتغير رئيس الوزراء بنرسلك رسالة صريحة سلمت القط مفتاح الكرار طلبنا الدكتور كمالي الجنزولي زي ما شفتم بإعادة النظر في هذا الاختيار وفعلا نجحنا في توصيل الرسالة واستجاب مجلس الوزراء لطلبنا وتمت اتصالات موسعة بالفعل بعد حلقة محطة نصر أول مبارح من عدة جهات لإعداد تقرير محايد حول هذا الموضوع بناء على طلب رسمي من مجلس الوزراء وأكدت تقرير صدق ما نشرناه وقامت شخصية مسؤولة في مجلس الوزراء بالاتصال بالدكتور عمري جاد مبارح وطلبوا منه تقديم اعتذار عن هذا المنصب وسوف يتم خلال ساعات اختيار مسؤول جديد بعد أن قام عمري جاد بتنفيذ ما طلب منه بجد لازم نشكر دكتور كمال الجنزوري وكلما بقيت الأذان مفتوحة للحق كل ما احنا بقنا مطمئنين أكتر وأكتر ترجمة نانسي قنقر